اتحاد الكرة رفض طلب عبدالله السعيد لعب برامدز الحصول على الرخصة ايه اللعب كان تقدم للرخصة ايه بس اتحاد الكرة قاله ان انت ما خدش رخص قبل كده وانه هو كمان ما بيشاركش في المحاضرات عشان عنده مباريات وتدريبات فمسؤولي اتحاد الكرة قاله له كان لازم تبقى موجود او لازم تبقى موجود عشان تاخد الرخصة ايه وفقا لتعليمات الكاف وما ينفعش يحصل اي استثناءات طيب الحكاية اللي الناس كلها بتتكلم عنها على السوشيال ميديا سألنا الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالتحاد الكرة السؤال اللي الجميع بيسأله دلوقتي هو وليد سليمان اللي جايبه ياخد الرخصة ايه وهو لسه معتزل وانت عشان تاخد الرخصة ايه لازم تاخد الرخص الا قبل كده فازاي لسه معتزل ودخل ياخد الرخصة ايه على طول وانتقادات كثيرة ليه الدكتور جمال محمد علي وكلام كتير عن مجاملة ليه وليد سليمان لما سألنا الدكتور جمال محمد علي قال لنا المفاجأة انه وليد سليمان اصلا واخد الرخصة بيه عام 2015 وهو لاعب فيه النادي الاهلي وبالتالي من حقه بعد ما خد الرخصة بيه انه ياخد الرخصة ايه او يخش الدورة بتاعت الرخصة ايه وياخد الرخصة ايه وخلصت الحكاية ببساطة يعني الصور بصراحة برضا لما تبعتها على السوشل ميديا قلت ما مش هينفع فيها هزار دي يعني دي ما ينفعش فيها مجاملات ومش هينفع ياخد الايه اللي ما يكون واخد اللي قبلها ببساطة شديد ببساطة يعني طيب ودي السور ايه اللي بتثبت ده اشتركوا في القناة